ليس اهتماما بالملف اليمني بقدر ما هو ضغط على السعودية المتحكم الرئيس بمجرى الاحداث في الداخل اليمني هذا ما يفهم من التغير الملحوظ في الموقف الغربي من الحرب في اليمن اعتمادا على توقيت التصعيد وابعاده وعلاقاته بملفات اخرى شائكة اثرت في طبيعة العلاقة بين الرياضي وعواصم القوى الغربية من واشنطن الى لندن وباريس ما هو مهم هنا ومبعث ريبة من صعود ملف الحرب في اليمن الى طاولة الاهتمام الغربي وتحديدا الامريكي هو التصور لطبيعة الحل وشروطه التي وردت على لسان وزير الدفاع جون ماتيس ومن بعده وزير الخارجية مايك بومبيو التي تذهب باتجاه بعث مبادرة جون كيري وزير الخارجية السابق التي تصب بنودها في شرعنات القلاب الميليشيا واعطائهم الحكم والتحكم في مصير البلاد المثخن بويلات انقلابهم باعتبارهم اقلية عرقية وهذا مجاف تماما لواقع البلاد ومجحف بحق التضحيات والدماء التي اريقت خلال اربعة اعوام من الحرب المفارقة الكارثية في الامر والتي يمكن ان تؤثر على مستقبل البلاد وتخلق ابعادا وافاقا مستقبلية للصراع هو مكانة التحالف والسعودية بالذات حاليا التي ربما فقدت القدرة على المناورة السياسية التي كانت تتمتع بها ايام كيري اعتمادا على ما تعرضت له من تصدعات كبيرة في علاقاتها مع الغرب علاوة على ان طول امد الصراع وتأجيل الحسم اضعف موقف التحالف ومن ورائه الشرعية في نظر الغرب الذي بدأ يتعامل على ان القدرة على الحسم العسكري اضحت خيارا فاشلا الخلاصة هنا ان الموقف الذي حاصر به التحالف نفسه ومن ورائه الشرعية ربما يقود البلاد الى تسويات كارثية تصبح فيه خطوة الاستعانة بالسعودية كارثة لا تقل في مآلاتها عن كارثة الانقلاب